يا ريت يا دكتور تتكلم عن التوابل اللي فيها مكسبات طعم اه طبعا وخطورتها انتشرت جدا يعني انا الحقيقة بحي صاحبة السؤال او صاحب السؤال يعني بحيكو من كل قلبي يعني بجد لانه حكاية التوابل اللي فيها مكسبات طعم ده ده شيء يعني خطورة كبيرة بتقول يا ريت تتكلم وربنا يا جزيخر طبعا الموضوع انتشر جدا سواء في الاطعمة المعبقة في كياس يعني يقول لك بس ازاي البطاطس والمقرمشات وبتاعه حاجات كده يقول لك بطعم مش عارف الكباب بطعم البيتزا بطعم مش عارف ما كل دي طعم صناعي مش طعم طبيعي يعني تمام وللأسف كمان الحاجات دي يعني بتتباع كمان عند العطارين يعني اللي هم اللي بشغلوا في العطارة غير بقى العطارة العادية اللي بتبقى المفروض انها كويسة لأ الناس بقى يبيعوا طعم ده يقول لك بتتباع وده غلط ده كمان في حاجة بقى في منطقة الخطورة في كيس كده اللي هو او حاجة بتتباع كده اللي هي بتتحط في الماء المغلية اللي هي زي المكارونا اللي اسمها الاندومي يعني هي ده مش مركة هي الاندومي دي بقى انواع وبيبقى معها كيس بقى يقول لك ده بطعم مش عارف الفراه ده بطعم مش عارف ايه والحقيقة انا شفت قريب قريب قوي يعني انا شفت اعلان الحقيقة يعني انا بدعو الحقيقة يعني مش يعني الحقيقة الحقيقة مفاش دعوة الحقيقة انا بدعوكم منتم الحقيقة انكم تحكموا على هذا الاعلان في اعلان بلاقي فيه ان واحدة سيدة كده فاضلة ام صغيرة كده عادة مع عادة صاحبتها وولادها جايين من مدرسة ويقولوا له يا مام احنا جعانين يعني الاعيال اهو جايين من المدرسة الاطفال الابرياء دول جايين من مدرسة بقولوله يا مام احنا جعاني والأم قاعدة مع صاحبتها تمام ايه؟ فبتقولهم حالا ورح تقايمة جايبة الكيس وبتحطه وبتحطه على الكيس اعني عايز اقولكو ان الاكلة دي في حد ذاتها خطر والكيس ده بقى في خطورة كبيرة جدا وللأسف انا بقولكو الكلام ده لاني لحظت وقبل يعني في وقت من الاوقات عملت بحث عن هذا الموضوع اكتشفت ان الموضوع ده منتشر انتشار رهيب مش بس بقى فيه الاطفال الاطفال والكبار فده الحقيقة خطر كبير جدا يا جماعة خطر كبير جدا الكيس ده اللي بيبقى اللي بتحطوه بقى على المادة دي اللي هي بتتحط في الماء المغلية وبتبقى حاجة عاملة زي المكارونا كده او زي المعجنات ده غلط جدا وزي ما قلتلكو كده بقى حكاية طعم الكاتشاب وطعم الفراخ وطعم الكباء كل ده غلط خالص واحنا كنا اتكلمنا في حلقاتنا بتاعت التغذية عن مخاطر مكسبات الطعم واللون اتكلمنا عن الموضوع ده وكمان اتكلمنا على الحاجات مش بس دي بقى اتكلمنا على الحاجات كمان اللي بتتحط على المياه الغازية ومكسبات الطعم واللون اللي بتتحط على انواع من البسكوت وبتتحط على الحلويات الطرية اللي هي زي الجلي اللي هم الاطفال بيروحوا يشتروها كده ويقعدوا ويمدوغوا فيها وقلنا ان التأثير السلبي للحاجات دي على مراكز التركيز وضبط الحركة في المخ تأثيرها سلبي جدا عشان كده في أطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير بيكونوا معرضين فعلا أنهما يصابوا بفرط الحركة ومشاكل في الانتباه والتركيز وبيكون عندهم سلوك عدواني واتكلمنا برضه أنا بلفت نظاركم اللي عايز يرجع للحلقات دي أرجوكم ارجعوا لها حلقات التغذية بتاعتنا قدمنا فيها ملف كامل عن الحاجات المهمة بقى للجسم الفيتامينات والمعادن وإيه الحاجات اللي بتمنع الامتصاص وإيه الحاجات اللي بتساعد على الامتصاص واتكلمنا في الحلقة التالتة وما كانوا ثلاث حلقات اتكلمنا عن حاجة خطيرة قوي اللي هي الصوصات بتاعت الجبنة فاكرين قلنا فيه مطاعم وكده بدلوا يتروحوا فيحطوا لكوا صوصات جبنة سائلة كده وقلنا أن في دي 90% أو أكتر من المطاعم الصوص الجبنة ده ما بيبقاش جبنة وأنا خدت يعني رد فعل من بعض الناس بعتولي قالولي يعني إحنا في صدمة قلت لهم ده دي الحقيقة أنا بحسبكو يعني بحسبكو عارفين يعني دي ما بتبقاش جبنة دي بتبقى لون وطعم الجبنة وتوابل وللأسف بقى بتبقى مواد مطاطية أنا مش ببالغ على فكرة يعني مواد هما بيقولوا يعني يقولك دي مواد آمنة أو حاجات زي كده بتبقى طعم يعني قليل قوي من المطاعم دي اللي بيعملوها جبنة بجد ولو جبنة بجد بتبقى مصيبة برضو لأن بتبقى محتوى الدهون فيها خرافي يعني بتبقى كبيرة جدا الحاجات دي يا جماعة سواء التوابل بقى اللي بتعم مش عارف ايه أو مكسبات الطعم أو الصوسات الجبنة اللي هي مش جبنة أو جبنة بس جبنة كتير دي لا قدر الله ممكن تعمل فشل كلاوي لا قدر الله لا قدر الله تعمل فشل كبدي تعمل مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي تعمل التهاب في الزايدة التهاب الزايدة الدودية وده برضو بسبب الأطعامة الحارة برضو بشوف في الإعلانات أنا بشوف حاجات جرائم الحقيقة في الإعلانات يعني يقول لك ايه ده مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف شط وده مش عارف شط قوي اللي هو طب ليه وتلاقوا أطفال صغيرين كده عندهم تسع سنين وعشر سنين مفروض انهم بيأكلوا وانا عارف بقى انه في الحقيقة بيدخلوا تحديات لبعض وحاجات زي كده وده السبب على فكرة انه بقى ظاهرة ان عملية الزايدة الزايدة اللي بتتعامل ده إزالة الزايدة بيتتعامل كتير قوي لأطفال يعني وده نتيجة الحاجات دي نتيجة الأكل الغير منضبط ده والأسر والأهالي اللي سايبين الولادهم يأكلوا الحاجات دي ده غير انها بتعمل التهابات في المعدة والتراب في عملية الإخراج يعني حاجات كتير قوي يا جماعة اهدوا كده واختاروا الأطعامة المناسبة لأطفالكم عشان بعد شر ما تودهمش أو ما تحطهمش وهم على طريق المرض لقدر الله وانا هنا بكلم على فكرة بكلم على الفان والله وبكلم عن الكبار كمان